أسئلة استكمال الجمل من قائمة منسدلة في أسئلة استكمال الجمل يتم عرض فقرة أو جملة للطلاب مع أجزاء من الجملة كمتغيرات ومن ثم يحدد الطالب الإجابة المناسبة لكل متغير من القائمة المنسدلة وذلك لتجميع الجملة بالشكل الصحيح ويتم استخدام مجموعة واحدة فقط من الإجابات مع كافة القوائم المنسدلة سنتعلم في هذا الدرس ما يلي إنشاء سؤال استكمال الجمل من قائمة منسدلة كتابة نص السؤال تعيين الخيارات المناسبة إنشاء قائمة الإجابات المحتملة تحديد الإجابات الصحيحة كتابة التغذية الراجعة للطلاب في البداية سنذهب إلى لوحة التحكم ثم أدوات المقرر الدراسي ثم نختار الإختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة نختار الآن الأختبارات نقوم الآن بتحرير أحد الأختبارات أو ننشئ اختبار جديد وفي هذا المثال سنقوم بتحرير أحد الأختبارات نشاهد الآن الرقعة الأساسية للاختبار سننشئ الآن سؤال استكمال الجمل من قائمة منسدلة من شريط الإجراءات أشر إلى إنشاء سؤال ستظهر قائمة منسدلة اختر استكمال الجمل من قائمة منسدلة اكتب نص السؤال في مربع نص السؤال اكتب كل فراق متغير محاط بأقواس مربعة على سبيل المثال يعد من المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية أنه عند العثور على شخص فاقد للوعي نقوم أولا بـ 1 محاط بأقواس مربعة ثم 2 محاط بأقواس مربعة وفي النهاية نقوم بـ 3 محاط بأقواس مربعة نكتب كل متغير برقم أو حرف داخل أقواس مربعة يجب أن تكون المتغيرات من أي رقم إنجليزي من 0 إلى 9 أو أي حرف إنجليزي من A إلى Z ثم أحدد السماح بمنح جزء من الدرجة لمنح نسبة للنقاط الإجمالية عندما يقوم الطلاب بتوفير الإجابات الصحيحة لبعض الإجابات سيتم تعيين مقدار الجزء من الدرجة تلقائيا اعتمادا على النقاط المحتملة للسؤال وعدد الإجابات يظهر هذا الخيار فقط إذا قمت بتحديده في إعدادات الأسئلة من قسم الإجابات اكتب الإجابات لكل متغير في السؤال في خانات الإجابات والعدد الافتراضي للإجابات هو أربع إجابات وبإمكانك زيادة هذا العدد من خلال القائمة المنسدلة أو تقليل العدد الافتراضي للإجابات من خلال إزالة أحد خانات الإجابة ولدينا في هذا المثال ثلاث إجابات لذا سنقوم بحذف خانة واحدة الآن اضغط على التالي سوف يظهر السؤال مع قوائم منسدلة في أماكن المتغيرات حدد الإجابة الصحيحة لكل متغير من خلال الاختيار من القائمة المنسدلة لكل إجابة وبشكل اختياري للتغذية الراجعة للطلاب اكتب ملاحظات الإجابة الصحيحة والخاطئة ثم أضف فئات وكلمات رئيسية أو اكتب ملاحظات المعلم أخيرا اضغط على إرسال سؤال استكمال الجمل من قائمة منسدلة الجديد سيظهر في الرقعة الأساسية للاختبار كما باستطاعتك تغيير درجة هذا السؤال من خلال الضغط على قيمة النقاط طريقة استعراض الطالب للسؤال عندما يستعرض الطالب هذا السؤال سيشاهد نص السؤال ويستطيع إكمال الجملة باختيار الإجابة الصحيحة من القائمة المنسدلة لكل متغير شكرا لمتابعتكم